مرحباً، أنا الدكتور زيا يورد. موضوعنا اليوم هو أنواع العمليات الجراحية المغلقة للرئة. الجراحة المغلقة للرئة تعد من أحدث الأساليب العلاجية الجراحية التي تعز زراحة المرضى بشكل كبير، وأصبحت تستخدم بشكل واسع في الآوينة الأخيرة. يستخدم هذا الأسلوب بشكل خاص في جراحات سرطان الرئة، مع إدخال الفحوصات التصويرية بالطبق المحوري بجرعات مخفضة. أصبح من الممكن اكتشاف سرطان الرئة في مراحل مبكرة جداً، مما يزيد بشكل كبير من فرص نجاح الجراحة. وكما هو معروف، فإن العلاج الجراحي لسرطان الرئة هو المعيار الأساسي. وإذا تم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة وتم تطبيق العلاج الجراحي، فإن نسبة النجاح تصل إلى 100%. الجراحة المغلقة تقدم العديد من المزايا للمرضى، حيث يشعرون بألم أقل بعد الجراحة، والمحافظة على وظائف الجهاز التنفسي، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية بشكل أسرع. الدراسات تظهر أن نسبة النجاح في الجراحة المغلقة تكاد تكون مساوية لنسبة النجاح في الجراحة المفتوحة. لذلك نحن نوصي باستخدام الجراحة المغلقة لمرضى سرطان الرئة الذين تم تشخيصهم في مراحل مبكرة. بالإضافة إلى سرطان الرئة، نفضل استخدام الجراحة المغلقة في حالات مثل أكياس الرئة، وداء الكيسات الرئوية، والتوسع القصبي الذي يتسبب في تدمير أنسجة الرئة. عمر المريض حالته الصحية، والفحوصات قبل الجراحة كلها عوامل تأخذ في عين الاعتبار، وتظهر أن الجراحة المغلقة تمتلك مزايا كبيرة مقارنة بالجراحة المفتوحة. كما نستخدم الجراحة المغلقة لعلاج أمراض المنصف الصدري، مثل أمراض الغدة الزعترية والأورام الزعترية. نستخدم هذا الأسلوب أيضاً في علاج الأورام الحميدة في المريء، مثل الديفريتيكولا، انتفاخات المريء، وسرطان المريء، حيث يوفر هذا الأسلوب نتائج مريحة جداً. السبب الرئيسي لتفضيل الجراحة المغلقة في هذه الحالات هو الحفاظ على وظائف الرئة وتقليل الآثار الجانبية للعملية، ما يضمن جودة حياة أفضل للمرضى في المستقبل، ويسمح لهم بالعودة إلى حياتهم العملية بشكل أسرع وأمان أكبر. وهذه العمليات تحتاج إلى كادر طبي متميز ذو خبرة عالية، ونحن في مستشفى نجر هذه العمليات مع كادرنا في قسم جراحة الصدر منذ أكثر من 15 سنة. دمتم بخير.